بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الأنبياء المسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا ومرحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع عن نفس نبدأ إن شاء الله نحس لك مدرسنا في حصر ماضية ونضيب بعض المعلومات البسيطة وسهلة على موضوعنا اليوم نتحدث عن حصر ماضية عن الحجل في المكان ونبدأنا نتحدث عن الحجل مع التحرك إلى الأمام بإذن الله لكن قبلنا نأخذ مراجعة بسيطة وبعدها ننتقل إلى تمرين اليوم تمرين بسيطة وسهلة وبعدها ننتقل إلى درسنا اليوم وأخيراً نأخذ مراجعة بسيطة على درسنا اليوم ننتقل مع بعض الآن على إجراءات الاستعداد لمادتنا مادة التربية البدنية عندنا بعض الأجراءات اللي لازم نسويها لكي نكون مستعدين ومجهزين لمادة التربية البدنية والدفاع عن نفس بداية الحرص على النوم الكافي ليلا أيضا التغذية الجيدة الصحية دائما الغذاء يمدنا بالطاقة لكي نقدر مالس حياتنا اليومية وأيضا نمارس الرياضة ثلاثة شرب كمية كافية من الماء رابعا ارتداء الملابس الرياضية المناسبة وأخيرا اختيار المكان المناسب وتهيئته ولكن نتقل مع بعض التمرين اليوم بسيط وسهل نبي من الجميع يكون جاهز ومستعد لتمريننا اليوم الجميع الجاهز الآن الجميع واقف ولابس الزير ياضي من تذكرنا واختار المكان المناسب عندنا التمرين الأول وقوف اسك الأداة صندوق أو أي كرة صغيرة موجودة عندك في المنزل يكون الأمام ثم أخذ الصندوق أو الكرة إلى الخارج ثم نرجع مرة أخرى ثم ننتقال إلى الجهة الأخرى ثم نرجع إلى وضع البداية الجميع جاهز مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر استمر واحد ننتقل الآن إلى التمرين الثاني ننتقل الثاني وقوف الذراعين خلف الأذنين وبعدها رفع القدم ولمس المرفق ثم نرجع إلى وضع البداية ثم ننتقل إلى الجهة الأخرى ثم نرجع إلى وضع البداية الجميع جهز مع بعض تمرين ابتدي بسيط بسيط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ابطال ثمانية تسعة عشر استمر رجل الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ممتازين تمانية تسعة أخير عشرة قف ثالث وقوف الذراعين في الوسط بعد النزول بشكل جدا بسيط إلى الأسفل ثم رجوع إلى وضع البداية الجميع جهز مع بعض تمرين ابتدي نزول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة طال ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة أخير عشرة قف وإحما بعض المكان أخذ الشيق السفير مع بعض مرة ثانية أخير ثلاثة تقل له السبب مثل ما ذكرنا الحصر الماضية لزيادة درجة صعوبتها عن أنماط الوثب الأخرى ويتم الحجل من الثبات في المكان وممكن يكون وقف على القدم واحدة ثم الحجل إلى الأعلى ثم النزول في نفس المكان وأيضا ممكن الحجل مع التحرك وتغيير المكان وقف على القدم واحدة ثم الحجل مع التقدم إلى الأمام والنزول على نفس القدم ويؤدى على أي من القدمين اليمين أو اليسر ويوصف الأداء الصحيح لمهارتنا اليوم حجل بوصفات الحركية التالية أولا الوقوف بشكل مستقيم ثم ثني إحدى القدمين للخلف والارتكاز على القدم الأخرى لحظة الآن قدم الارتكاز ورجع القدم الأخرى إلى الخلف ثانيا الرجل الحرة مثنية على شكل زاوية قائمة من مفصل الركبة والحظة الآن تكون مثنية مثل ماضح مامكم ورجع على القدم تكون مثنية من مفصل الركبة ثالثا مفصل فخض للرجل الحرة ينثني الأعلى مع ميل الجذع للأمام قليلا رابعا تمرجح الرجل الحرة في حركة بندولية من خلف الأمام يتساهم في حداث الغوة الآن جع إلى الخلف ثم إلى الأمام لإحداث القوة ومساعد على الحجل الصحيح خامسا تحرك الذراعان معا من الخلف الأمام يسامى في رفع الجسم الأعلى يساعد الآن للخلف ثم إلى الأمام يتساعدنا على حجل إلى الأعلى وأخيرا تقوم الذراعان بدور رئيسي بإنتاج القوة أكثر من دورها في المحافظة على التوازن الآن نشاهد مع بعض نقطع فيديو وضحنا طريقة الأداء الصحيح الحجل فيه المكان بدون تغيير المكان نشاهد الآن نقوف على قدم واحدة وارجع القدم الأخرى إلى الخلف بزاوية قائمة نشاهد الآن ارجع الذراعان إلى الخلف ثم إلى الأمام والحجل فيه المكان بدون تغيير المكان نشاهد مرة أخرى هرف في القدم ثم ثير كنت مشكلة بسيط ثم الحجل إلى الأعلى والهبوط في المكان والآن ننتقل الحجل مع التحرك وتغيير المكان وهو النومة الثانية نشاهد الآن نقوف على قدم واحدة ثم الحجل إلى الأمام نشاهد مرة أخرى نقوف على قدم واحدة رجع القدم إلى أخرى إلى الخلف ثم رجع دراعي الخلف ثم إلى الأمام والحجل إلى الأمام أو حتى إلى الخلف أو إلى الجانبين نشاهد مرة أخرى حجل إلى الأمام بالقدم اليمين أو حتى باليسار ثم الهبوط على نفس القدم مع التحرك إلى الأمام والآن ننتقل مراجعة بسيطة على درسنا اليوم صح وخطأ؟ يتم الحجل مع الثبات في المكان نفسه أو مع التحرك وتغيير المكان هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ يتم الحجل وهي مارتنا اليوم من الثبات أو مع التحرك وتغيير المكان هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ ممتازين أبطالاً من الأسئلة أو العبارات الصحيحة بكذا يا أصدقائي يصير لنتين ونتعرفنا مع بعض على درسنا اليوم الحجل الصحيح في المكان وأيضا الحجل مع التقدم إلى الأمام أو حتى إلى الخلف شاءتكم يعافي جميعاً على حسن إنصاتكم وإستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته